اشتركوا في القناة وأكيد طبعا عبدالعزيز تاذلك جاء من خلال مشاركتنا في مؤتمر السلام والوباء العالمي اللي عقد مؤخرا في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي انضمت الإمارات إلى عضوية المنظمة الأوروبية العربية لتبادل الثقافي تقديرا لجهود الإنسانية التي بذلتها في ظل جائحة كورونا والتأثيرها الإيجابي على الثقافة السلام في العالم اتحدث بتفاصيل أكبر في فقرة حديث الدار مشاهدين معنا في الستيديو سعادة المستشار الدكتور سالم حمد سرور الكعبي رئيس المكتب التمتيلي للمنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي الأوروبي العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة ياهلا ومرحبا فيك دكتور مرحبا وسهلا حياكم الله سعيدين متواجدنا وياكم اليوم نحن أسعد وأيضا معنا مشاهدينا في الستيديو سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري نائب رئيس المكتب التمتيلي للمنظمة الأوروبية للتبادل الثقافي العربي 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 بدولة الإمارات العربية المتحدة ياهلا ومرحبا فيك دكتور مرحبا بيت شخصي شكرا تسلم لنا الشرف أكيد لنا الشرف الأكبر طبعا تحملون شعلة العمل الوطني في دولة الإمارات وصولكم إلى مثل هذه المحافل الدولية لتمثيل دولة الإمارات المواطنين وحتى المقيمين على أراضيها كلمونا عن هذا الشرف والله في الحقيقة نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ربينا منذ نعومة ظافرنا على العمل التطوعي وعلى مد يد المساعدة والخير إلى جميع أرجاء العالم الحمد لله رب العالمين نحن مثل ما تفضل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد لعلى القوات المسلحة وقال أن عيال زايد عيال زايد الحمد لله رب العالمين الآن موجودين في كل محفل وفي كل أرض وفي كل مكان دائما هم الشعلة دائما هم ببصيص الأمل دائما هم نقطة الضوء التي تعم في أرجاء العالم كل شخص يحمل هذا الاسم أولاد زايد أو عيال زايد مثل ما تفضل الشيخ محمد الله يطول بعمره وقال يجب أن يكون في المكان الصح وفي الوضع الصح وفي الاتجاه الصحيح ونحن الحمد لله رب العالمين مهما قدمنا ومهما عملنا دائما نكون مقصرين تجاه ما عملته دولتنا للعالم أجمع دولتنا الحمد لله رب العالمين من الدول المانحة والدول المتميزة في مجال العمل التطوعي والعمل التطوعي هذا يعني في دمنا يجري في دمنا مثل جريان الدم في عروقنا الحمد لله رب العالمين يعتبر جزء لا يتجزء من هويتنا العربية الأصيلة وكو مواطني من دولة الإمارات العربية نعم دكتور علي يمكن أن سلك منحة لكم هذا اللقب ومنح لكم هذا اللقب نتيجة الأعمال التطوعية التي تتقومون فيها لو تعطينا نبذة عن تلك الأعمال التطوعية وهي طبعا كثيرة كما ذكر سعادة الدكتور أن يجري جريان الدم في جسد الإنسان عند المواطن الإماراتي التطوع لو تحدثنا نبذة وتعطينا نبذة عن التطوع اللقب نحن والله الأعمال التطوعية كثيرة ونحاول بس نختصرها من بعد المرحلة في المرحلة الجامعية خلال تواجدنا في استراليا هناك بدأت الأعمال التطوعية على الصعيد الدولي من حيث تواصلنا مع السفارة والملحقية الثقافية في كامبرا عاصمة استراليا قمنا طبعا بأعمال تطوعية كثيرة منها نشر الثقافات ونشر العادات التقاليد الإماراتية والتخالط مع الجاليات المتواجدة هناك والسكان الأصليين لأستراليا وبعد ذلك لما رجعنا للإمارات صار هذا التواصل ممتد في العمل التطوعي إلى الجاليات المتواجدة في دولة الإمارات سواء الجالية المصرية أو الجالية السودانية أذكر مع الوجه التحديد كنا دائما معهم ونمتد للجاليات الأخرى والجنسات الثانية صحيح لكم التوفيق حقيقة على هذه الجهود المبذولة دكتور سالم أيضا نحن حابين نعرف جنبا إلى جنب للأعمال التطوعية شو هي أهدافكم ودوركم أيضا أو دواركم المختلفة من خلال هذه المؤتمرات ووصولكم إلى العالمية سواء كانت أدوار محلية أقليمية وحتى دولية والله احنا بالحقيقة شغالين الآن على تأسيس المكتب هذا إن شاء الله تعالى وكلفنا فيه بتكليف رسمي إن شاء الله تعالى وراح يكون نحاول بعد في موضوع زي ما تقوله يمكن يكون سبق تفوزون فيه يعني أن ننفوز بدولة المقر لمدة خمس سنوات يكون الانطلاق الفعلي للمكتب انطلاق قوي من أساس ثابت وراسخ يكون من خمس سنوات إن شاء الله تعالى راح يكون لأن المكتب هذا أو المنظمة الأوروبية هذه اللي تحوي الكثير من العقول الموجودة خارج وطنها أو خارج دولها نحن نستهدف دائما على أكبر قدر العقول العربية الموجودة هناك عقول لو ظلت موجودة في دولها ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن يعني يمكن تذكرون مجد يعقوب يمكن على سبيل المثال للحصر يعني أحمد زويل وغيره فازوا بجوائز علمية فيما لو كانوا موجودين في بلدانهم وظلوا في بلدانهم يمكن تظل أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم حبيسة الأدراج ما راح يقدروا يعني يوصلوها مثل ما احتضنتهم الدول هذه الغربية أو الدول الأوروبية واستفادت منهم وأفادت البشرية منهم لذلك نحاول أن ناخذ الشيء الذي يفيدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا التوجهات الآن أن جذب العقول جذب الابتكارات دعم العقول اللي ممكن تفيد ممكن توجه لنا أو تفيدنا وناخذ منها الشيء اللي نستفيد منه بعيدا عن أي توجهات أخرى نحن نمشي إن شاء الله تعالى دائما حسب توجهات قيادتنا حسب أفكارهم حسب رؤياهم أو رؤيتهم لمستقبلنا إن شاء الله ومستقبلنا الحمد لله رب العالمين رائع وأكثر من رائع نحن عندنا خلال تواجدنا في حفل الأكسبو نعم مهرجان أكسبو دبي 2020 هناك جناح كامل قيمة برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظ الله ورعاه تحت عنوان مبدعون بالخير نعم وكانت المبادرة أن يرسلون الفلقة التطوعية إلى مستوى العالم بجذب كذلك الناس المدعاة وصار أبداعات من النور وتم تكريبهم فنفس النهج نحن نحن نمشي عليه الناس المدعين ومفكرين للعلماء الباحثين ممكن نجذبهم في دولة الإمارات يكونوا منطلق من دولة الإمارات لأن الإمارات اليوم منارة عالمية صحيح تحتضي هذه المواهب دكتور سالم ممكن إضافة على كلامك لماذا اختارت المنظمة العربية الأوروبية بلجيكا مقرا دائما بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي يعني زي ما يقولوا نختصر الموضوع في لب الموضوع بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي موجود هناك المفوضية الأوروبية موجودة هناك المتحف الأوروبي بلجيكا هي مصدر الإشعاع في أوروبا إذا نتكلم على أوروبا القارة زي ما يقولوا عنها العجوز دائما لكن أوروبا أيضا مهد حضارات سابقة ومهد دول كبيرة دائما لما ينظر لها كدول عظمى كدول متقدمة كدول لها باع طويل ولها مشاركات طويلة أيضا أوروبا دون أن نغفل بقية القارة طبعا لكن أنت لما تبدأ من القارة مهد الكرة الأرضية مهد الكرة الأرضية أنت تبدأ من المكان الصح بعد ذلك يأتي الانتشار ممكن تقولوا والله قارة آسيا قريبة عليكم أنتم موجودين في قارة آسيا ليش ما توجهتم موجودين في آسيا وآسيا فيها في توجه الآن لو لاحظنا أخواني وأختي العزيزة لو لاحظنا في اليابان مثلا في الصين الصين الآن أصبحت دولة عظمى ودولة صناعية كبيرة ودولة بشرية هائلة تحوي يمكن فوق المليار نسمة صحيح فلذلك ناخذ الشيء الذي يمكن أن يفيدنا نستفيد منه ونحاول أن نطوعه لما يخدمنا ويخدم صلاحتنا والحمد لله رب العالمين نحن في خمسين سنة الآن نحتفل في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن في القمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله وين كنا وين وصلنا صحيح والحمد لله صحيح مثل ما ذكر عبدالعزيز في بداية الحديث يعني من الصحراء إلى الفضاء نعم يعني إنجازات كبيرة يعني حتى فوزكم بهذه العضوية كيف ترون من ناحية دعمكم في فكرة التطوع في دولة الإمارات سواء كان في الدولة أو حتى خارجها والله التطوع لا تصل على عمر معين كل إنسان ممكن يتطوع التطوع طبعا هو بلا مقابل أنت تطوع سواء بمالك أو بجهدك أو بوقتك أو حتى ممكن بفكرة تقدمها تخدم المجتمع تخدم الإنسانية يستفيد منها الغير نعم هذا كله يعتبر تطوع صحيح فبالعكس لازم كل إنسان يكون له مثل ما قال في القرآن الكريم ونفسه وما زكاها يزكي من وقته يزكي من ماله يزكي من نفسه في فعل الخير سواء عن طريق المجتمع المجتمع الموجودة في الدولة وإذا قدرنا يوصل للمجتمع المجتمع الدولية ويبرز اسم الدولة بيكون بالعكسر سارة السلام صحيح صحيح دكتور سالم لو نتحدث كيف يمكن المشاركة والانضمام في المنظمة والله الانضمام طال عمرك مثل ما تفضل أخوي الدكتور علي وقال أنه والله لا يخضع أول شيء للسن معين أو لغيره لأن لو نحن نشفناها بمنظور يعني زي ما يقولوا العمر العمر هذا بدون قيد أو شرط يعني ما في حد أعلى وحد أدنى للعمر نلاحظ في الدول الغربية هذه اللي يمكن سمعت دائما أو يعني على فترات أنه والله في من عمر 12 سنة حصل على الدكتوراء أو حصل على الماجستير أو حصل على شغلة معينة مبدعة أو مخترعة أو غيرها فدائما العمر هذا مجرد رقم إذا الإنسان حط العمر هذا قدامك يعني زي ما تقول ما راح يوصل زي ما يقول راح يسدم بجدران كثيرة راح يضع العوائق لكن دائما شروط الانضمام أن يكون الشخص لميول الميول الثقافية أو في موضوع المنظمة التبادل الثقافي الثقافة تشمل أوجه كثيرة تشمل الشعر تشمل الرسم تشمل الأدب النثر الأشياء كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد الأفكار هذه اللي تطلع حتى من الأطب من المخترعين من غيره ما نقيدها نحن دائما نسخرها بما يخدمنا ويخدم دولتنا ويخدم الأمة بشكل أعم صحيح يعني من هذا المنطنق دكتور سعلي ممكن أنا حب أسأل كيف ترون انضمامكم لهذه خلنا نقول المنظمة الأوروبية العربية في منح الفرص خلنا نقول العلماء والمفكرين في أنهم يلاقون الفرصة لإبداعاتهم في مختلف البلدان العربية نحن أول شي لا ننسى أن نذكر قبل أسبوعين تم اختتم فعاليات معرض الكتاب في الشارجة عاصمة الثقافة صحيح فتعتبر الشارجة بقياد سيد سافي سمو الشيخ سلطان الرائدة في دولة الإمارات الثقافة صحيح فجذبنا للعقول في دولة الإمارات والعلماء وتبادل البحوث نحن اليوم عندنا كدولة البعثات الخارجية تصير لجامعات معينة عشان تحضر عند الدكتورة أو البروفيسور الفلاني أن يأخذ من عندها الدراسة أو العلم بمكاننا نحن نوفر الدكتور هذا أول للعالم أن يكون في دولة الإمارات وأن الدولة الحمد لله رب العالمين بفضل القيادة الرشيدة مشجعة منذ نشأ وليس شيء جديد ولكن نحن ممكن نحتضنهم بكتبهم بأفكارهم بعلومهم بأبحاثهم وتصير الأشياء محتسبة لدولة الإمارات صحيح نحن أمانة أن نستمتع بهذا اللقاء ونسكر زيبوتكم ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله شكرا لك المستشارة الدكتور سالم حمد سرور الكعبي رئيس المكتب التمثيلي المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي الأوروبي العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة شكرا الله سلم مشكورين على الاستضافة الطيبة وإزاكم الله خير على وقتكم وأريحيتكم في الحوار أيضا شكرا وكذلك شكر موصول المستشارة الدكتور علي أحمد الأنصاري نائب رئيس المكتب التمثيلي للمنظمة الأوروبية للتبادل الثقافي الأوروبي العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة شكرا 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 وإزاكم الله وإزاكم